أهلاً وسهلاً مع فيديو جديد طريقة تشكيل شاحنة بأجينة سكر الخاصة بالمدلج أو القامب بيست أو أجينة السكر العادية نضيف إليها تايلوس أو سيمسي الألوان المستعملة الأصفر البرتقالي الأسود الأبيض والرمادي أول شيء أقوم بتقسيم جميع أجزاء المجسم وأقوم بتشكيلها يعني كل جزء على حدة بعدها أقوم بتجميع هذه طريقة تساعد على تنظيم العمل وتنظيم طريقة الاشتغال يعني جميع الخطوات تصبح سهلة ويسهل علينا تجميعها بعد ذلك ودائماً يعني تلصيق يكون باللساق الغدائي تلصيق كل قطعة مع القطعة الثانية يكون باللساق الغدائي سأدعو لكم جميع روابط الفيديوهات المهمة التي تكلمنا فيها عن أجينة سكر الخاصة بالمدلج وكذلك لساق الغدائي إن لم يتوفر كيفية الحصول عليه سأدعو لكم الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف هنا حاولت الاشتغال فقط بالسكين واليدين ليسهل على جميع تطبيق المجسم يعني هناك من يجد صعوبة في عدم توفر اللوازم أو الأدوات الخاصة بالمدلج أو تشكيل المجسمات دائما في القناة ستجدون طرق جد مبسطة وسهلة يمكن أن نستغني تماما عن الأدوات ونشتغل بما هو متوفر عندنا في المنزل ونتيجة كذلك تكون نتيجة مرضية أجينة سكر باللول الأسود هنا عندي سميكة نوعا ما لكي تمنحنا طول أو علول الشاحنة تقريبا نفس طريقة التي اشتغلنا بها القطار حتى القطاعات إن لم تتوفر فنقوم بتقطيع الدوائر بالأشياء المتواجدة عندنا في المنزل دائما أي شيء سوف يسهل علينا العمل نقوم بأتماده العجلات وهنا اللون الأبيض سأستعمله للنوافد ممكن استعمال اللون الأبيض ممكن استعمال اللون الأزرق الفاتح كذلك أو اللون الرمادي الفاتح يعني الألوان تبقى اختيارية الفيديو جد سهل جد مبسط الخطوات كذلك موضحة خطوة خطوة يكفي تتبع الفيديو من الأول إلى الأخير مرحلة مرحلة لكي يسهل عليكم تطبيق المجسم ودائما أي اقتراح أي تساؤل دعوه لي في التعليق وأنا سأجيب عليه بإذن الله ولا تنسوا الشراك للقناة والضغط على الجرس ليصلكم إشعار بنزول كل فيديو جديد على القناة وكذلك مشاركتها مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع لايك وتعليق فتعليقكم دائما تفرحني وكذلك تعطيني دفع وتشجيع أكثر لإعطاء المزيد شكرا لكم على المتابعة أدعوكم مع تكملة الفيديو شكرا لكم على المتابعة 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة